لما المسيح هو الخالق لما المسيح يقيم الموتى لما المسيح هو الديان لما المسيح هو علام الغيوب لما المسيح بيتكلم انه طاهر لما المسيح هو كلمة الله طب هالمواصفات هذه وهالكلمات ايه بالمقارنة موجودة كلمات تشبهها حتى نحط اينبه في مصاف او في عظمة الرب يسوع المسيح طبعا للأسف مستحيل 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 ليس تعصبا لكن اقوله احبائي باماني انا بدعوك اليوم باماني اقرأ الانجيل اقرأ الكتاب المقدس اقرأ العهد الجديد اقرأ الانجيل شو بتتكلم عن سيرة حياة يسوع المسيح اعرف مش بدك تعرف عن يسوع مش اذا عندك يعني سؤال او ان كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب طب ليه ما بتسأل ليه ما بتقرأ الكتاب لكن ليه لما منحط سؤال انت عم بتهاجم وعم بتدافع عن اله ضعيف الاله اللي انا لازم ادافع عنه هذا اله ضعيف اله يدافع عني الاله الذي احبه ارسل المسيح ضحه من اجلي اخذ مكاني عقابي وقصاصي هذا بيدل على محبة الله الازلية محبة الله لأحب الانسان محبة غير عادية وحب الجميع رجل امرأة نساء بالتساوي ما عملش مقارنات في المجتمع ما عملش مقارنات بين العبد وبين الحر الاسم عبد حتى باللغة العربية كلمة عيب انه تذكر ما عملش مقارنة انه الست يعني ورثتها اقل ولا شهادتها اقل ولا صلاتها غير مقبولة ولا هي عقلها ناقص او 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 يبيح مثلا بضرب او بترك او اهمال او او بالعكس بيتكلم عن الاناء يعني الاناء اللي الاضعف يعني الهش انه لازم بتعاملها بحساسية بمحبة بكرامة ترفعها وتكرمها اي عقل بعد معلم الرب يسوع اي تعليم اخر بناقض يسوع نرفضه نرفض تعليم المسيح الرب يرحم انا بدعوك اليوم فعلا اذا انت يمكن عند جهل فعال تقول له يا رب انا عاوز اعرف طريقة ارحمني انا الخاطئ صلي اليوم اقول له يا رب اكشف لي الحقيقة اش معقول الرب يناقد نفسه يا جماعة يا الكتاب صح يا الكتاب الاخر صح لكن الله لا يناقد نفسه انا بدعوك انك تيجي للمسيح الكامل المسيح المتميز المسيح الفريد المسيح الحي مش مية حي موجود معاك اطلبه حتى يأتي الى حياتك الى اللقاء اشتركوا في القناة